المقدسة وبعد أحداث كربلاء أسيرة باتت بيد الميليشيات التي تهدد هويتها الدينية والثقافية وتغرب تركيبتها السكانية سام الراء أو ساء من رأى بحسب واقعها اليوم المدينة التي وضعت في مخطط الاستهداف الإيراني منذ عام 2003 وشهدت محاولات حثيثة للاستلاء على أوقافها وعقاراتها وتهجير أهلها قسريا بالترهيب والمضايقة حتى وصلت الأمور إلى حد لا يطاق معه أطلق أهالي سام الراء صرخة استغاثة متهمين العتبة العسكرية بإحداث تغيير ديمغرافي وديني وسلب ممتلكات المدينة والتضييق على السكان لدفعهم إلى بيع عقاراتهم أو تركها أهالي سام الراء أكدوا أن عدة أراضي تقدر مساحة كل منها بعشرات الدونمات استولت عليها العتبة العسكرية غير مبالية بموقف المجلس البلدي أو حتى مجلس محافظة صلاح الدين أي أن الأمر ليس خافيا عن الحكومة والمسؤولين فيها ومع ذلك تسير الأمور إلى قضم مزيد من الأراضي دون أن تحرك الحكومة ساكنا وليست العتبة العسكرية هي العقل المدبر لهذا المخطط وإنما هي أداة لأجندة ميليشيوية تأخذ تعاليمها من نظام إيران الذي يولي مدينة سام الراء وما حولها أهمية كبيرة لاعتبارات تخدم مشروعه الطائفي في المنطقة ككل وما يؤكد أن ما يجري في سام الراء هو مخطط طائفي صريح قيام العتبة العسكرية التابعة لديوان الوقف الشيعي قبل عدة أشهر بتحويل عائدية المسجد الكبير إليها وقيامها بتغيير اسم الجامع إلى مسجد صاحب الأمر لتستدعي بذلك أوهاما مزعومة تاريخيا بدوافع طائفية ضمن محاولات تزوير إرث العراق الحضاري وتهديد اللحمة المجتمعية في سام الراء وغيرها من مناطق العراق